حزب أس دي يغازل إسرائيل على حساب المسلمين أوروبا تغلي في الصيف والسويد أيضاً شوف هنا ابتسم فيروس وفيابوكاش مبادرة أس إي مابلر ضد الغلاء نشرة الكمبس مرحبا بكم معكم ديما الحلوة يبدو أن حزب ديمقراطي سويد أس دي يسعى إلى كسب ودي إسرائيل بعدما منعت الأخيرة ومنذ سنوات تواصل دبلوماسيها مع الحزب بسبب جذوره النازية وخطاب معادات السامية الذي تبنه مؤسسوه رئيس لجنة العدل في البرلمان السويدي والقيادي في الحزب ريكارد يومس هوف ورئيس مجموعة نواب أس دي في البرلمان الأوروبي تشارلي وايميروس كان في زيارة أحيطت بالغموض لإسرائيل ونشر مقالا في صحيفة جيروسلم بوست الإسرائيلية عبر فيه عن دعم مطلق لتل أبيب يبدأ من خفض المساعدات الإنسانية للفلسطينيين ويصل حد نقل سفارة السويد إلى القدس القيادين التقيا خلال زيارتهما نوابا من حزب الليكود والقائمة الوطنية اليمنيان بينما تنصل نواب آخرون من نقائهما وسط مقاطعة وزارة الخارجية الإسرائيلية لأي تواصل مع الحزب السويدي المقال الذي كتبه السياسيا كشف أن ضغوط الحزب نجحت بخفض المساعدات السويدية المقدمة إلى الفلسطينيين بنسبة 40% كما تطرق القيادين إلى وضع اليهود في السويد متحدثين من ارتفاع معادات السامية بسبب قدوم عدد كبير من المهجرين المسلمين مؤكدين عمل حزبهما للحد من هجرة المسلمين إلى السويد وقال يومس هوف أن اليهود يهجرون مدنا كمالمو بسبب المسلمين يذكر أن السويد اتخذت تاريخيا موقفا وسطيا تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يؤكد على حل الدولتين كما كانت أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعترف بقيام دولتين فلسطينية حكومة الدنمارك مترددة في تنفيذ مشروع المترو بين مالمو وكوبنهاجن اليوم أعرب وزير النقل الدنماركي توماس دانيلسون عن رفضه المشروع معتبرا أنه مشروع كبير ومكلف الوزير قال أن التركيز ينصب الآن على توسيع المترو إلى جنوب كوبنهاجن فيما قالت عمدة العاصمة سوفي أندرسون أن هناك فرصة لإنشاء المترو شرط أن تتحمل السويد التكلفة ويطالب سياسيون ورجال أعمال على جانبي جسر أوريسوند الواصل بين السويد والدنمارك بإنشاء مترو أنفاق يصل بين مالمو وكوبنهاجن ويرى هؤلاء أن الجسر لم يعد يكفي للتعامل مع حركة المرور المستقبلية بين السويد وأوروبا خصوصا لجهة نقل مزيد من البضائع بطريقة صديقة للبيئة بدلا من الشاحنات سياسيون قالوا مؤخرا أن مترو أوريسوند يمكن أن يسهل على الركاب عبور الحدود حيث تستغرق الرحلة بالمترو عشرين دقيقة في حين يستغرق السفر بالقطار بين مالمو ووسط كوبنهاجن اليوم حوالي أربعين دقيقة يعاني مسلموب بطشيركا في جنوب العاصمة السويدية من نقص في أعداد المقابر المخصصة لهم مع تزايد الضغط على المقابر الصغيرة الموجودة حاليا البلدية تحتوي على مقبرة صغيرة مخصصة للمسلمين لكنها لم تعد تكفي مع تزايد عدد المسلمين من سكان البلدية كما أقفلت مقبرة قديمة بسبب مشاكل متعلقة بالمياه ما فاقم الأزمة وناقشت البلدية منذ سنوات إنشاء مقبرة جديدة تتسع لألف قبر غير أن جائحة كورونا أوقفت الأمر وتغضي الخطة الحالية بإيجاد مقبرة جديدة لمسلمين البلدية مع حلول خريف العام المقبل غير أن الدراسات لم تبدأ بعد ويستعين مسلمو البلدية حاليا بمقبرة المسلمين في بلدية هودينجي المجاورة بانتظار حل مشكلتهم النقص الذي تعانيه الرعاية الصحية في السويد منذ جائحة كورونا دفع السلطات الصحية في فيرملاند إلى نقل المرضى بالباسط للمستشفيات النرويجية مرضى يحتاجون إلى عمليات عاجلة ولا يستطيعون انتظار دورهم على طوابير الانتظار الطويلة يجري نقلهم إلى النرويج فيما قال بعضهم إنه ليس عملا جيدا من قبل السويد مطالبين بحل مشكلة النقص وتوجهت حافلات المرضى من السويد إلى النرويج بشكل منتظم منذ الخريف الماضي حيث دفعت محافظة فيرملاند تكاليف العمليات البسيطة وجراحة العظام وأمراض النساء مديرة الخدمات الطبية في المحافظة لينا جيفرد قالت إن المستشفيات تعاني طوابير طويلة بعد جائحة لذلك كانت السلطات الصحية بحاجة إلى المساعدة موجة الحر المنتظرة في أوروبا خلال الصيف لن تستسنسوا توقعات خبراء الأرصاد الجوية تشير إلى أن الطقس هذا الصيف سيكون حارا أكثر من المعتاد بما يذكر بموجة الحرارة والجفاف التي عاشتها البلاد الصيف 2018 وأدت إلى اندلاع حراءة قبيرة في الغابات الخبراء حذروا من موجات حرارة بين يونيو وأغسطس مع هطول أمطار أقل من المعتاد الأمر الذي يزيد خطر اندلاع حرائق الغابات وفي الوقت نفسه ستكون هناك اختلافات كبيرة في الطقس وفي بعض الحالات قد يكون هناك هطول أمطار غزيرة في فترات متقطعة وكان صيف العام الماضي هو الأكثر دفءا على الإطلاق في أوروبا ويحدث العلماء الآن من أن القارة تتجه إلى صيف حار آخر ويقول الخبراء إنه من المرجح أن تتعرض أوروبا لموجات حرارة أشد بعشر مرات من القارات الأخرى بسبب الاحترار العالمي وعلى النقيد من تحذيرات الحرارة أصدرت هيئة الأرصاد الجوية في السويد اليوم تحذيراً باللون الأحمر من خطر حدوث فيضنات في حوض نهر تورني في المنطقة الحدودية مع فنلندا شمال البلاد عازية ذلك إلى الأمطار الغزيرة والدوبان المستمر للتلوج وأخلت السلطات عدة منازل صيفية وأكواخ في المنطقة بعد تأثرها جراء ارتفاع المياه النادر الذي يحدث مرة واحدة كل خمسين عاماً إلى هنا انتهت نشرتنا اللي مزيد من الأخبار تجدونها على موقع الكمبيس بونت اس اي نهاية أسبوع سعيدة مبادرة اس اي مابلر ضد الغلاء